يقول ما حكم الشر في تحديد النسل أفيدون أفعدكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مما بعد فإن طلب الذرية والنسل أمر مشروع وذلك لتكثير عدد الأمة النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الولود وقال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فطلبوا النسل هذا مشروع للمسلمين وينبغي العناية به والتشجيع عليه أما تحديد النسل فهذه دسيسة خبيثة دسها علينا أعداء الإسلام يريدون بذلك إضعاف المسلمين وتقليل عددهم فتحديد النسل لا يجوز في الإسلام وهو ممنوع لأنه يتناثى مع المقصد الشرعي وهو تكثير أفراد الأمة وتكثير الأعضاء العاملين في المجتمع وتعطيل للطاقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى بإعمارة هذا الكون فالنسل مطلوب وبه تحصل مصالح للأفراد والجماعات وللأمة فهذه الفكرة فكرة تحديد النسل فكرة مجسوسة على المسلمين ربما أنها أثرت على بعض المغفلين أو ضعاف الإيمان فتأثروا بها فالواجب عليهم أن يمحوا هذه الفكرة من أنفسهم وأن يطلبوا النسل ويكثروا منه والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى وكثرة النسل يأتي معها الخير لأن الله لا يخلق نفساً إلا ويخلق رزقها ويوسر ما تقوم به مصالحها والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى فالذين يشكون أو يهددون بالأزمات الاقتصادية وأن كثرة السكان يترتب عليها الشح في الأقوات والأرزاق هذا كله من وحي الشيطان وأعوان الشيطان الذين لا يؤمنون بالله وبتقدير الله أما الذين يؤمنون بالله فإنهم يعتمجون عليه ويتوكلون عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ولما كان المشركون يقتلون أولادهم خشية الفقر نهاهم الله عن ذلك قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأاً كبيراً قال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم دل هذا على أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وأن كل نفس يقدر لها الله الرزق وبكثرة النسل تكثر الأرزاق ويكثر الإنتاج ويكثر العاملون ويبدأ لهاشهاد ويقدر لها دولة نسلت hot شكرا